أنا أستشهاد إنه لازم ولازم أول إشام الشرقية يوم فرحة بقى يوم جنسته جاء عشان أتطمن عليك يا سليم ولا اللي بدنا ما يخليش قلبي يدخلها من المكان ولا ما عرف اللي حصل قررنا أعلكت مضم برح من مساعد أول وزير الدخلية بس انتو كي بتقدروني وقعت لك لعشور ما قدرش الجهاز كله إحنا صباط يا سليم ده ما بنتكلف وعمر ما بنسألشي ليه بنسأل إمتى العربية دي عليها حصانة وقف يا ابت على جنب ده بقينه مات يا باشا يا باشا أنا عملت زي ما سامير قال لي ورجالة سليمان كلموني وقالوا لني ساميري سلاب والحاجة اللي معاك عملت في ايه في العربية معايا طبعات العربية على الفيلا بسرعة ما نتأخرش وانا هتصرف على مركش ناحا يلا غور تماما باشا ساعة اللي وصبعة الفل انا عاسف لو كنت بقى كلمت فقط بش مناسبة ما عارف فانم عشا كنا انجرأت وكلمت حضرتك لا الحقيقة مش خير حد من ولادك عمل معايا غلط كبير عاوة انا مرضيتش ان انا هكبر الموضوع وعمل استجواب لسنت الوزير في المجلس انا نحاول نلقى بشكل ودي انا احكي لحضرتك سامو عليكم سامو عليكم سامو عليكم سامو عليكم سامو عليكم سامو عليكم اتخذ في البقى يا ناس استحلاب في البقى يووو دي الناس مرحب برجوحك لينا نورت الحارة يا عيما ايوه ايوه عبدالله عالسلام أبو خليل عبدالله عالسلام ايه يا عب مطلب وأنا كنت جاي من ليبيا دخلتك علينا الحارة بالدنيا وما فيها بقولك ايه المعلم عاوزك جوا طيب يا سيدة بقعد عليه بالليل يعني لا ده حوار موامه ما يتأخرش ما يتأخرش ليه جاي له الطلق ومستني لحقنا اخلص ابراهيم المعلم مستنيك كيف باش اكلم اللي بتقوله ده يعني اللي سمعته يا سليم والوزارة عندها خبر بالموضوع ده وعرفنا ان انت مطلوب في التفتيش ولازم تنزل مصر النهاردة التفتيش ايه ومصر ايه كله ده عشان حتة عائل زي ده صيبك بقى يا سليم من فتحة سيدرك دي لان الموضوع شكله كبير ونصيحة من اخوك حاول تكلم حد هتكلم حد اولا ولا لاي حد كان زماني قعد هنا خلاص حاول ترتب كلامك انت كده كويس وتلم الموضوع في التحقيق اقول الوعد ده تعمله في ايه مليكش دعوة بالوعد يعني مليش دعوة مش هاللي جايبه اه بس انت مليكش دعوة من دلوقتي بالتحقيق ده ويلا بقى اتكل على الله وربنا يسترع علينا وعليك مش اشرب الشاي يا برايين ولا تحب اقولك يا دكترة زي الناس ما بتقولك والله اللي تشوفها معلم البهاي من كتر ما بيقولولك يا دكتور قربوا يصدقوا انك دكتور بحقيقوا حيي دي ها ها ناس غلابة يا معلم وحصتهم للغنى هتدفع الفلوس اللي عليك امتى بخليك ان شاء الله هدفع معلم بس انت بس تصبر علي يا سبعين ثلاثة وانا هسدد وديتك بدل الفرصة عشر اعمل ايه بس يا معلم انت عارف ان انا عندي عروسة بجهزها والحجم وثلاثة جنيه بقت بثمانين جنيه ولا مش عارف اعمل ايه والله يا معلم الدنيا بتدربك فوق الدماغ من كل ناحية بس يعني طول ما انت عملت اشتري فاكهة لبناتك هتسد اللي عليك ازاي يا معلم انت بسس الاثنين كيلو الفاكهة اللي بجيبهم للعيال دول ولاية وغلابة وملهمش حد في الدنيا غيري ومش عايزوا بتلعوا محرومين ربنا خلهم لك يا ابو خليل انا بس بنوارك او حساب ابراهيم كام يا زلطة تلاتة وخمسين الف وربعمية وبده يبع اربع عشر ايه ده يا معلم تلاتة وخمسين الف لايه ده هما كلهم تلاتة وتلاتين الف جنيه وعلى ما تيجي تصد حيوصلوا خمسة وخمسين الف جنيه وشوية حرما ليك يا معلم كل دي فوائد انت بتخولني يا ابراهيم كله بالدفتر واسأل زلطة حض الله بينه وبين الحرار حرام ايه بس يا معلم بس ده كتير قوي ماهو التأخير عليه فوائد انا لو بنك كان زماني دلوقتي حجزت عليك انت والبنات انا عشان بنك حنين عندي حل خير يا معلم اقول اديني بفلوسي بضع ونبقى خلصين بضع بضعت ايه معلم هو انا عندي بضعه بتاجر فيها ولا حلت حاجة اه حلتك انت مش ماسك عودة المخدرات في المستشفى اللي انت شغال فيها اديني بفلوس بضعه شوية حقن مورفين على شوية ترامدول تشكيلة استغفر الله العظيم من كل ذنب عوز بالله من غضب الله ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا معلم ده صاح يا ابو خليل وبعد ما تخلص الفلوس اللي عليك هشتري منك نهدي كاش هتبقى سبوبة ولقمة عيش ليك وللبنات لقمة عيش بس ايه معلم لما اكل بناتي حرامة حرام عليك يا معلم ده بضعه امانة عندي عشان ياخدوها المرضى والعينين مش علشان ادقى لك تباعه للمدمنين لا يا معلم لا وبعدين يعني الحكاية مش سهلة كده يعني زي ما انت فاكر ده ده فيها تحقيق ولازم اسلم الفارغ وفيها حكاية كبيرة يعني بص يا ابو خليل كل ده مليش فيه ده شغلة كنت تعرفوا بمعرفتك خلصوا بمعرفتك هتلاقي ميت حاجين يومين تفكر وترد علي وتقول لي بقى هتجيب الفلوس امتا يا ام بقى تقول لي هتسلمني الحقان ازاي استغفر الله الاسبارة الله يخرب بيوتكم حبك انت حششوا وانتو داخلين عاللجنة يا بهايم والله العظيم يا باشا عمرنا ما شوفنا كمين في الحتة دي حصل خير شوف حد مسوين ياخد وانتو استاذ عاطف المحامي يروحوا الصفة يسألوا على سامير ويجيبوه ولو محتاج دكتوري وعدوا لدكتور شوق هم هيسيبوها باشا ومن امتى حد من الحكومة بيهواب نحيتحد من رجالتي يا باجم اعمل بقولك عليها وباخد بيتي اليوم اجازة واضح ان انت عصابك بازط والله يا باشا معرفت لما على جدتي من الصبح اعمل يلا غور ومعد عليها يا بكره ايه موزة ما تيجي شوية صدقني ياسر انا فكرت انت فعلا الانسان كويس اوي وما فيه ازايك واي واحدة تتمنىك بس انا باب الجواز ده قفلته من زمان ومش نهم يفتحوا تاني وانا مستعدة ادور على كل المفاتيح اللي في الدنيا بس المهم لما افتح الباب الا ايكي وبعدين يا فريدة يعني انت مش شايفة ان الكلام اللي انت بتقوليه ده لسه بدر عليه خصة انا ما تكون واحدة في جمالك وفيش ياختك وفي سنك سني ايه بس وبعدين انا خلاص بيت بتعمل ان شغلي هو اهلي وبيتي وعيالي وجوزي ومتعيلي عشان كده انت بقى كمديري مبسوط مني ولا انت عايز نزع عليك فريدة انا بحبك عشان خطري ياسر متصعبهش علي اكتر من كده انا فعلا بعيزك بس كاخ وصديق وانت مسل الاعلى في الشغل ده انت اللي معلمني كل حاجة لا حد ما بقيت انا وانت مسكين قسم الشبكات كلها انا فهم من كده ايه مفيش فايدة هو انا اللي مفيش مني فايدة بس ان شاء الله ربنا هيبعدلك اللي احسن مني اللي تستهلك وتستهل حبك لها انا انا عسيبك براحتك يا فريدة بس يا ريت تحولي تفكري تاني بعد اذنك ايه يا سلمة ازايك يا حاولتي عاملين ايه وطنطة كويسة قلت عايزة بس قاعدي عليها النهاردة عشان اديها فلوس كفالة الياتيم بتاعت كل شهر هتتصرف ازاي تعتليش هم ان شاء الله ربنا هيصرفها من عندها يا ما قلتلك بطل بعطرة يمين ومش ميل بعطرة انا ببعطرة يا ساميحة هو انا بصرفها لحد غيرك انت والبنات نصرف بالعقل مش كل ما بدت تطلب حاجة تجيبها لها وخلاص يا براهيم ما قلتلك يا ساميحة ربنا هيسهلها ان شاء الله هيسهلها ازاي هتبع بط من البنات وقال له هتطوع حسن الضبع وتخش السجن ما توم تعملين لا لقم نفتر بدل ما انت قاعد تقنيب فيها كده انا على لحم بطني من المبارع يا حبيبي يا اخويا حيلا حيلا والفتر هيبقى جاهز اتفضل يا طن حفافتي يا عبال كل شهر بس ده لسه بدري قوي على اول الشهر انتي عارفة بقى زحمة الشغل اول الشهر فخفت سقط الحوار اه سقط الحوار يعني ايه بقى الكلام ده اصدع تنسى يعني يا ماما ما انا عارفة يا لمدة انا بس السعبان علي لغيتنا الجميلة اللي قاعدت تقدر سيعته العمري تتبهدل بالشكل ده السليم اغبره ايه يعني قصدي عامل ايه يعني في شغله الجديد الحمدلله حبيبتي ربنا يجيبوا بالسلام يلا على المطبخ هضرنا الغدا وعملي حساب فريدة لا لا تعمل حساب فريدة ايه انا ماما مستنياني على الغدا من بدري ولازم انجري عن اذنكم باي 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 حبيبتي حساب فريدة الحمدلله على السليم يا سليم كنت حسن انا اشوفك انت كويس؟ كويس انا انت كويس انا انت كويس انا انت كويس انا انت كويس انا الحمدلله على السلامة يا جنيم انت كنت شرف ملك يا سليم ابراهيم ابراهيم ام يابراهيم ام خير يا سمحة في ايه السعجة التسعة لا يا دوبك العشة لسه مقدينه حرام عليك يا سيني حابت صحيني ليه طيب انا مش اقلك صحيني الساعة 9 عشان عندي وردية لحد الصبح ام ام راحمة بره عايزك عايزة مني ام راحمة جاية تخطبني منك تخطبك ايه بس يا ابراهيم بنتها الصغيرة عيانة وعايزك تبص عليها ام يا اخويا ام دي ولية غلبانة ومتعشمة فيك طيب هعمليلي اهوة على مخسر ايدي وطهارة وديك مش متتأخرش انا مش فاهم ايه اللي افتردت يعني انت تخاطر بحياتك عشان تمنع الاشكال دي فيسيبهم هما ويحققوا معاك انت ماليش يا بنتي ان شاء الله التحقيق يطلع سوري كده وخلص متاليش اللي فهمت من المأمور ان صاحب العربي ايدو طيلا وهي جدوني عليها خلاص اخوني الضرايا ام نام وارتح شوية تجاية عباد من السفر عشان بكرا ما تروح التحقيق تبقى فاية كده ومركز الستي خلاص مش فرق اللي يحصل يحصل بقولك ايه سيني بص تدخل معاك وانت رايح التحقيق واتعملهم حابة من بتوع ابني يا ساعد الزبط ما عملش حاجة وصدقني ماخدش هيكلمك خالص ايوة كده اتحكي يا سليم وفكها ان شاء الله خير ان شاء الله بسبيع لله ونعمة بالله بقولك ايه يانا روحنا نضف القودة انا مش الفلبنية اللي حاجة جايباها يالله بقولك ايه مشي بنت من هد بتخافش يا رحمة حبيبتي انت زي الفل وهتخفى وتبقي حلو قوي بس ماما بس هي اللي بتعمل من الحب اهب يعني مادهاش مضى الضحية ويا اخويا يا ست اسمع الكلام اللي بقولك عليه اديها الدواء اللي عندك وهي هتبقى زي الفل ان شاء الله يعني مادهاش دكتوري طميني عالبيت دكتور ايه بقى وانت شايفاني سمكارسة يا رط وما لو سمكاري يا اخوي ما بورحمة سمكاري خلاص يا ست بقى ودها لابورحمة بقى ولو اتجرحت ولا اتعورت ولا اي حاجة يبقى يردلك جرح عالبارد وملاش ادوية بقى ولا ده كثرة مش القصد يا اخوي بس انت يعني اسمدنا على مقامك ممرت يا ست المرحمة نتمرجي اه بس ما بقولش اي كلام وما بقولش اي حاجة لما كن متأكد ماده فلوسك كتير بقى انت وابورحمة وعايزة غرامي روحي وديها الدكتور بس هيقولك نفس الكلام اللي انا قلته لك ده بالزبط خلاص يا مرحمة اسمعي الكلام بقى حاضر يا اختشي حاضر وليك علي يا ستي لو مرتحتش عالدوة ده وخفت باذن الله انا هودها لك اكبر مستشفى في مصر علي حسابي ربنا يخليك لنا يا اخوي وما يحلمنش منك ابدا الله يخليك يا ام مرحمة ما تعود اتخرطي لك شوية كسة مع سماح لا يا اخوي عندي محش شيء سلامه عليهم يا رحمة يا رحمة يا رحمة يا رحمة حلوة يا رحمة يا حسن يا حسن يا حسنين السلام يا حبيت مين سماح ها مين سماح طرف واحدة سماح غيري؟ والله الواحد دماغي مقلوب انا صحي منهم مش دريان بحاجة يا ساميحة إلا واندي بتحشر خيار يا ساميحة اقول لها اعمل سلطة شفتي بقى الناس الواحد يخدمهم هم وهزقهم معلش حقك علي اهو كل بسواد انتو فاكر ان انا زعلان يعني ان انا مش دختور لا ولا زعلان ولا حاجة الحمد لله انا عارفة عارفة انك كنت جايب مجموع كبير في السنوية العام وان له لابوك الله يرحمه كان زمنك دلوقتي دكتور قد بدي يا ستي والله ما زعلان ان انا مش دكتور ده انت لو جيت المستشفى عندنا وشفتي الدكاترة ومرتباتهم عاملة ازاي وحالهم عاملة ازاي هاسعبوا عليكي هتقولي التمرجي ده رحمة هيبقى نقص كده تطلع عشرين جنيه من جيبك وتدها للدكتور منه ازاي اجل اتحكي بادشيخة والله يا سامحWhen لا يعيش علايه موقع الدنيه اللي ضحكتي إسلامي يا حبيبي صحيح أنت هتعمل إيمان حسن الطب طبعا يا فنم معليك عارف كمية الضغوط اللي بتعرض لها ومع ذلك أنا مش ممكن أغير موقفي أبدا الفاسد لازم أفضل وراها لحد ما أكشف فساده ودفعه التأمن تحت عمر معليك يا فنم نأجل الاستجواب لحد ما حركت رجع لي بس طبعا سياتك لو لقينا حل ودي جميلة أطرافة طبعا مفسوطة وبعدين يا سيين يا عماد بيلة العربية كلها كتما عباها حشيش وهي فين العربية دي وساعدتك عارف عارف إنها هربت معنى كده أنا مفيش قضية وبعدين يا أخي أنت رح تفتش عربية عليها حصانة من غير ما تأمن نفسك ده كلام يا حضرة الزابط يا بش يا طريقي اللي كانوا جايب منه طريقي بيت سلمان عرام يعني أكيد جايب بمخدرات وتميب أكيد بيتاجر في المخدرات وبيتحمى في موضوع المجلس ده آه حتى لو أنت ما عملت الشغلك مزبوط وهم موقفهم القانوني سليم وبعدين يا أخي أنت سيبت دنيا كلها وراح تضرب الحارس بتاع عضو البرلمان الضرب ده بيسمع في كل حتة يا حضرة الزابط أنت مش عارف اللي بيجرى حوالينا الناس كلها حطانا في دماغه يا بش أنا افتكرتوا هيطلع سلاح افتكرتوا؟ الله افتكرتوا واحتمال وجايز إنه أنت ظابط مباحث تقديراتك لازم تبقى سليمة مية في المية احنا مش بنقرأ كاف عموما أنا حاولت ألم الموضوع بأقل الخسائر شغلك القديم والملف بتاعك بيشفع لك أنا حكتفي بس بلافة النظر وتأخير الترقية ونقلك من مكانك يا بشا ماينفعش كده بكرة الصبح تعدم خلق طرف وبعده بكرة تستلم في اسم العمرانية واحمد ربنا أن ما نعلتكش الصعيد سيد الوزير مش عايز حركة كتير ظابط المباحث اللي هناك من حصن حظك عمل حادثة ومش حيرجع قبل أربع شهور تفضل يا أستاذ ومش عايز موش أغبة تاني أوي من ساعدك تفضل الظابط اللي خرشمك خد جزر اتنقل عشان تعرف أن أنا رجالتي بحد شهدر يقرب منهم جزر لكن هيبوتني يا بشا يعني مفروض يتخرشم زي ما عمل معايا إنه يتنقل أهم عندي من إنه يتخرشم يا حمار لو كان قاعد مكانه كان قاعد يرزل علينا في الرايحة والجاية منتعرف أن ده طارينا كل يوم أضبط كلام ساعدك يا بشا على الأموم هو اتنقل اسم العمرانية ياريت ما نهوبش ناحية الاسم ده عشان بس ما نتضربش تاني بس أنا انت خطة على أخوانا يا بشا أخوانا دي لما تاخد بوكس ولا اتنين مش يغم عليك وتتخرشم وترفق غيبوبة جا تكنيلة جايبك تحميني ولا عايز اللي حميك الحمد لله يا بشا واسم العمرانية مش باقي بس أنا مش هسيب حق حتى لو بعد عشر سنين ولا ما تعربش من راجل ده تاني خلصت 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 يا بشا أما إنك بلي قدم غريب صحيح حد يزعل إنه مش هيتشحتت وهيجي يقعد معانا هنا شكتوا كده كان ممسوط هو بعيدا عننا يا ماما لا بش كت انت كاملت الشفام حاجة انت عاد فا كويس إلي من دهينة بالنقل لا لو كان جاي في معادة ومزبوط كنت مبسوط بس ده جالي الجزة بيعاقبونا عشان مشوف شغلي بس شفته غلط شفته غلط إزاي يعني عشان مسكتله مشوقت عال صيعة حصل إيه بقى لما تسرعت ومسكت شوية الصيعة العيال الصيعة دول تلعب وإنت اللي تقزيت صح عندك حق مكانش وقت وخلص يا ماما الكلام ده ماما الوقت وقيمت بقى لما يخش السجن ولا يتقذي بعد الشر يا ماما تقوليش كده لا يبني الوحيد أنا محيتيش غيره في الدنيا وبعدين بقى الحق ما يزعلش مانا طول عمري بشتغل عمري ما غلطت مرة واحدة أيها ماما علش لما تكوني نظرة في مدرسة غير لما تكوني زابط بوليس خلص اخوتي دخليله الطبق ده بس ايه واحد قوليله ان أنا اللي عملته ده يعني مش وعش حاضر 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 أسر يا معلم ما انا قلتلك اسبر عليا يومين لحد ما دبر نفسي ما أنا مش فقد عندي فرع فتنتا بعدين الموضوع مش محتاج تأخير مش محتاج تأخير ازاي دي جناية ووصلات الأمانة اللي عليك مهجناية برضو أبو خليل كده برضا معلم هي دي أخرة العشرة والجيرة عايز تحبسني بوصلات الأمانة اللي عندك حبسك ازاي تفل من بوقك الله ايه نحنا جنان واخوات وبعدين مش المعلم حسن الدبع اللي ياخد حقه عن طريق الحكومة يا معلم انت مستسهل الموضوع خالص دي عهدة يا معلم عهدة بس تلمها بتتسجل في دفاتر واللي بيفيد منها واستخدمه برضو بيتسجل في دفاتر مستبهلالة يعني ما هو عشان مستبهلالة بندفع فيه الشئ وشويات طب والفوارخ هرجعها لك أول ما اخد اللي جواها ماشي يا عم ماينفعش يا معلم ماينفعش أرجوك تفهم بس الحكاية الفوارخ دي يا معلم اللي انا بديه لأي مريض بيتسجل اسمه وبتتسلم الفوارخ برضو طب خلاص اسحبهم لانت بسرنجات وخلي الفوارخ عندك هزن كده بقى ملكش حجة بقى بتلمي هدومة وقراحة لفين يا سليم انا كده هبدأ أصدق بقى انك عايز تنشي ويسيب البيت امشي روح فين يا بنت انت قابلة رايح أخلي طرفي لازم مامشي الوقت عشالح أرجع بكرا طب او انا ممكن اخد من وقتك دقتين دقتين ساعتين يومين اهرب راحتك يا بنت انت فيه زيك في الدونة دي كلها يا حبي انت اللي مفيش زيك خالص عايزك تتأكد من انا وماما عارفين كده كويس قوي احنا بس خايفين عليك تخافوا عليك خلاص بقى اللي تخاف منه حاصل خلاص فيش حاجة ممكن بتحصل تاني يا حبيبي النقل ده فرصة كويسة قوي عشان تقعد معايا هنا انا خلاص هتجاوز مش هفشف وشتي تاني خالص لا يا اختي ما تلككيش باي اتجاوز انت وماكيش دعو معني بصراحة بقى خطيبي ده معلش يعني هو كلح بتي هو من ناحية كلح فهو كلح بس اللي لقيته يعني تصدقني ان عادت ادور كتير قوي عشان خاطر اراقي واحد حلو كده وامر وبشلو الخرامي يا بنت اتعلمت البكش ده فيه والله ما بكش يا سليم لو سمحت من تزعلشها من ماما انت عارف ان هي من الزمان بتحب النظام ميري اكتر من ميري نفسه معلش اي زي امي برضه خلي بالك من نفسك منت كماني حقيق يا رينت غلا سليم بي سليم بي اللي هاتقطع مين هى سليم بي انا ش láda lovely بص لا الله ودى حكنته بصايا الله ودى حكنتو أقولك يا عويس عايزها مناختنا أمور يا باشا تفاكي العائلين نحن شفتهم في الكمين أيها فن لو شفتهم إنا تاني عرفك كنوا فنو بيعملوا دي بلغي حاضر يا باشا هنايا يمسك الشنطة دي فيها يا ابن وفرين على كام كوفية جوا بلد لو سيقعت ولا حدا من حساك الساعات خليه يوليسه تشكر يا ابن رسول يا غالي سامو عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه اللي جيبت داودة عندك في القودة ايه دا انتي بتفتشي في قطي ولا ايه لا انا مكنتش بفتش في قطك انا كنت بوضى بالقودة ولايته في الدورك ماما انا عرفت نشرة الداودة انا عرفت ان هو داود القلب انتي عينة لا يا بابا مش عينة ولا حاجة انا تعبت شوية روحت للدكتور كتب لي الداودة وباخته وانتي زي تخبي علينا حاجة زي دي والله لما يجي سليم هقوله بقى هو يتصرف معك قرية يا بيت انتي بتهدديني باخوكي ولا ايه اخوكي دا ظبط على نفسه ما انا بهزرش على فكرة بس انا بقى بهزر اه واي حبيبتي الجبير يسيرها لما يجي عشان خطري لا ايه ما انا لازم اقوله ايه ايه يا بنتي حبيبتي ببقاش مخ كناشف هلما صدقنا ربنا هدى وارتح في شغل بس انا بقى عشان خبي عليها حاجة زي دي حيعمل لي ايه يعني هو انا العيلة صغيرة عشان يعقبني عشان خطري عشان خطر ماما ايه هتجيبي سري للودة لما يجي هازعل منك بجد خلوص حضر اتفعنا بس توعديني انك متخبيش علي ايه ايه حاجة تخص صحتك الا والله هقول لي سليم على كل حاجة يا جدع ما تبقاش مجنون تا مين باش قالك تنسى الموضوع ده نهائي يقول زي ما هو عاوز لا هو اللي اتضرب ولا هو اللي ليه حق ما هو جابلك حقك يا سامير لو انت السادق جاب حقه هو يحمي بضعته وراحة جاية عالطريق لما حق انا اعرف اجيبه يا ابني يا قل ده ظابط والله لو كان وزير الداخلية ليه حقه هجيبه من حباب عينيه ، اتخلط سماه الى حسين 5 سماه الى حسين 5 سماه الى حسين 5 Wieسرهم ايه هبو سان بأ ازبوا نزلين بتون يه ايه انا كنت عارفة ان مقابلتك للاس مسليم ده مش هتعدي على خير هو انت مش هتبطلي الهبل اللي انت فيه ده ده مش هبل يا ماما وبعدين انا قلتلك ان انا قابلته بالصدفة ملحقتش حتى اقف معاه فياريت ما تكبريش الموضوع بقى تعاليه انا كلميني ما تسبينيش كده وتمشي الموضوع كبير لوحده يا حبيبتي تقدري تقوليلي عملتي ايه مع ياسر ما عملتش حاجة رفضت بالزوق رفضت بالزوق يا بنتي ده مديرك في الشغل ومستقبله كويس قوي وبعدين شريكي وحيسيبك تعملي كل اللي انت عايزاه وانا مش هروح اتجوز ياسر لمجرد ان هو عايز يتجوزني ووافق ان انا اشتغل الله على العظيم انت مجنونة يا بنتي يا بنتي العمر بيجري وانت ما بقتيش صغيرة كل شيء نصيبي ماما انا هتأخر على شغلي انا عليك يا بنتي ابنا اهديك انت ليه بس واخد موضوع النقل ده لانه الجهازة يا سليم بيه مش جهاز القيادات بتوعك شاكوك انك وحش فقالوا اني قلوك في حتة ليه بيك ابنا خليك اطاري بيه انت اكيد عارف سمعة الدارة الاسم عندنا حتة كلها لابش وملانة مشاكل عارف بازت للوقت العائل المسجلين كلهم دلوقت جابوا قرارة وعارف انك جيت مش للدرجات ده يعني وملحه بص اي ظابط بيجي جديد هنا بيفضلوا وراه ويجيبوا قراره وانت ماشاء الله سمعتك سابقاك زمانهم عاملين لك الف حساب من قبل ما يشوفوك حد ساعتك من تعارف بقى السيت ولا الغنة لا اسمع مني بس هم مش هيعدوا المسألة كده هيحاولوا ينكشوك ويجربوك وشوفوا مريطة كيه بس اي ديتها بس لما تعمل نمر اتعلم عليهم بعد كده كل حاجة تمش تماما ببني ساهل وعلى فكرة انه لا في بهوات ولا بشوات نخاف منهم يعني اللي يتعمل معاك في الصف عمر ما هيحصل هنا ربنا يسترعى تعالى زناتي صباح افول لباشا مصر صباح الخير زناتي بقى اقدم امين شرطة عندنا هنا في الاسم بتقدر تقول عليه اقدم واحد في الاسم كله يمكن يكون اقدم من الباشا مأمور نفسه وات جدع ورجولة بنعتمد عليه كتير في شغلهم ربنا عايز السعادتك اطري باشا سليم بيه معاوني بباحث الجديد عايزك تفضل معا النهاردة تمامك اوامره بالحارف ها نهارت اسم العمراني يا باشا تعيش يا زناتي على فكرة زناتي كمان من سكان المنطقة يعني ليه عارف كل الناس وكل الناس عارفاه فبيسهلين شغلينة كويس بس هكيد الموضوع ده عمل لك مشاكل يا زناتي مش كده اعوذوا بلا يا باشا مشاكل ليه بس يعني تلاقي كلهم حبايبك بقى وقرايبك اللي عايز خدمة من هنا ومن هنا وانت طبعا بتحب تراضي كل الناس شو يا مواضع يا باشا نفهاش مرادية انا ليه مشاكل ليشيوله على رأسي لما اللي يغلط للا عندي لحقوق ولا جيرة ولا اي حاجة طب يلا زناتي مع اسلين بيه وريله مكتبه الجديد والنهاردة انت تمامك معا انت والنهاردة راحت مش شغل اوامره باشا اوامره بتتنفذ اوامر يا باشا يلا افضل يا سلين باشا اعريزك باشا افضل يا باشا ربنا هستر نورت اللي اسم يا باشا مصر وصيد ساعتك وصل من قبل بتيج ربنا خليك يا زناتي افضل يا باشا افضل ساعتك يا باشا افضل ساعتك يا باشا انا مش عايز ساعتك تشيل اما اي حاجة طول مرة موجودة يا باشا يعني هتعرف دمت النملة في الدايرة من قبل ما تحسك كاين ساعتك موجود في الشارع للنهار لا انا مش جاهد على المكتب عاطلة يا زناتي انا بحب اشوف شغلي بنفسي وانت هنا عشان تساعدني زي ما انت قولت لا عفو باشا مصر اوامر بس لما اوزل يا باشا الشغلي هنا غير ومنطقتي كلها لابش وغارش وانا اضربيها وانا زابط مباحث مش مدارب باليا زناتي وكي انت اسمعت عني زي ما بدون مش كده قوليه طبعا باشا باشا زناتي هتلي بقى القاضي المتعلقة والمحاضر بتعملش فيها حاجة عشان نبص عليها اوامر يا باشا مصر بكرا الصبح ان شاء الله تكون قدام ساعدك دلوقت يا زناتي اوامر يا باشا بموني بحاجة تانية يا ساعدتك اوامر يا باشا مصر لقول يا زناتي ساعدتك يا باشا وانت اسمك زناتي ايه اسمك السلاسي يعني اسم السلاسي؟ اوامر يا باشا مصر 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 هلو يابوا الانوار صباح الفل